اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار المقدم من مصر والذي يسلط الضوء على تأثير دائحة كورونا على حقوق الشباب في العمل والتعليم والضمان الاجتماعي والتمتعي بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جناف السفير دكتور أحمد إهاب جمال الدين أن القرار دعى الحكومات إلى تطوير استراتيجيات من شأنها منح الشباب فرصا حقيقية تطيح لهم المشاركة الفعالة في المجتمع فضلا عن التأكيد على أهمية تمثيل الشباب في البرلمانات والأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية المختلفة كما أبرز القرار الدور الهام لمبادرات الشباب حول العالم والتي أثمرت عن إسهامات قيمة ساعدت في مواجهة جائحة كورونا ودعمت الجهود الجارية للتعافي منها فضلا عن إسهام تلك المبادرات في تعزيز السلم والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان حول العالم